موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحقيقة استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في طهران وسلمته رسالة احتجاج على تهديدات واشنطن المتكررة فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تلقى أوامر باستهداف أي قطع عسكرية أمريكية في مياه الخليج وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نحتج على الإجراءات المؤذية والتحركات الاستفزازية كما وصفها للقوات الأمريكية في مياه الخليج وأضاف موسوي سلمنا السفير السويسري رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد تهديدات القوات الأمريكية وتواجدها غير القانوني والمزعزع للاستقرار في شمال مياه الخليج وقرب السواحل الإيرانية كما دعا الولايات المتحدة إلى رعاية قوانين الملاحة البحرية مؤكدا أن إيران سترد بشكل مناسب على أي تهديدات واعتداءات في مياه الخليج وخليج عمان وفي وقت سابق قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إنه وجه أوامر القوات البحرية في مياه الخليج باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن إيران أو سفنها في الخليج من جانبه قال علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قال إنه بحال ارتكب الرئيس الأمريكي أي حماقة ضد إيران سيتلقى ردا أقسى مما تلقاه في قاعدة عين الأسد وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر والأسبوع الماضي اتهم البنتاجون طهران بتنفيذ أعمال استفزازية خطيرة في الخليج العربي مشيرا إلى أن أحد عشر زورقا تابعا للحرس الثوري مرت مرارا وتكرارا حول سفن أمريكية واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية مشاهدين حول حقيقة التهديدات الإيرانية الأمريكية المتبادلة وحول حقيقة قدرة إيران على رد التهديدات الأمريكية في مياه الخليج يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر سكايب الأستاذ علي الشمري المحل السياسي العراقي سيد الشمري مرحبا بك معنا في البداية وكل عام وأنتم بخير بخير والأمة الإسلامية بخير أهلا بك في البداية ما دلالات استدعاء وزارة الخليجية الإيرانية السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في طهران وتسليمه رسالة احتجاج على تهديدات واشنطن لإيران الحقيقة المتتبع للعلاقة الإيرانية الأمريكية المتوترة يجد أنه هذه العلاقة تمر بفترات مجرد مماحكات كلامية وتهديدات فارغة جوفاء ما لها أي معنى من الطرفين الإيراني والأمريكي والتصرف الأخير من جانب الإيرانيين بتقديم ذكرة احتجاج إلى السفارة السويسرية في طهران باعتبار أنه السفارة السويسرية تتولى رعاية المصالح الأمريكية في إيران لا يعد أن يكون تصرف ينم عن أنه الإيرانيين في حالة من الضيق يحاولون ينفسون أي شيء الأمريكان مثل ما تعرف حضرتك ويعرف المشاهدين الكرام أنه الأمريكان ضيقوا الخناق اقتصاديا على الإيرانيين وحاليا إيران تعاني من وضوع وباء كورونا حاولت إيران بشتى الوسائل أنه تتواصل مع الأمريكان وإيصار رسائل لهم أنه هذا المرض يوجب عليكم أن ترفعوا العقوبات ولو مؤقتا أو رفع جزء للعقوبات لكن هذا الكلام يعني إلى الآن ما حصل نتيجة الإيرانيين حاولوا من جهة أخرى الإعاز إلى ميليشياتهم في العراق قاموا بقصف بعض القواعد الأمريكية الأمريكان يعني لا هم ردوا على القصف ولا على الاستفزاز وظل الوضع جامد كما هو الإيرانيين يحاولون في أي وسيلة كانت إثارة انتباه الأمريكان ومحاولة جرهم إلى طاولة المقاوضات ولعله التصرف الأخير من خلال إرسال زوارق صغيرة للتحرش أو لمجرد استعراض عضلات أمام القطع البحرية الأمريكية في الخليج يدخل في هذا الإطلاق لكن تهديدات الرئيس الأمريكي بهذه اللهجة أيضا كيف يمكن أن تفهم عندما يأمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في مياه الخليج بهذه اللهجة العالية أيضا إلى ما تشير إذا كانت يعني خرجت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظرة العالية لتصريحات ترامب ليزها جديدة ترامب معروف عنه رجل خلفية اقتصادية كل تحرفاته وتصرفاته مع أي مشكلة دولية هي يعني اقتصادية ومالية قبل كل شيء والمشكلة مع إيران يعني لو أي رئيس آخر كان ممكن دخل في حرب مع إيران لا زال ترامب يطلق تصريحات نارية تشبه التصريحات الإيرانية لكن نحن هذا الكلام نسمعه منذ سنوات لكن أحيانا نبرة التهديدات تكون عالية وأحيانا واضية الآن ترامب في موقف محرد جدا الإشكالات التي سببها وباء كورونا في الولايات المتحدة والخسائر الاقتصادية الكبيرة وانهيار أسعار النفط في الأمريكي هذا سبب إشكالات قد يكون هذا الكلام اللي أطلق ترامب هو من باب التنفيذ ومن باب إيجاد شيء يحاول به تعويض الخسائر اللي خسرها لكن على الأرض على الواقع لم يتخذ أي إجراء سوى أنه أطلق تهديدات لكن الجهة المعنية بتنفيذ هذا الكلام هي البنتاجون البنتاجون لما سئل من قبل الصحفيين أنه ما طبيعة هذا الكلام الضباط البنتاجون الحقيقة في حيرة لم يصلهم أي أمر رسمي أنه تهيئوا لضرب المصالح الإيرانية أو ردوا على الإيرانيين سوى تغريدة لترامب أو تصريح هنا وهناك طبعا هذا الأمر الرد خصوصا هذا القرار خطير جدا يجب أن يكون رسميا أي من خلال سياقات رسمية حكومية يأتي أمر من البيت الأبيض باعتباره هو المسؤول عن رسم السياسات والبنتاجون هنا يأتي دورهم بالتنفيذ وضرب إيران وتحجيمها لكن إلى الآن إحنا ما شهدنا هذا السياق الرسم لكن سيد الشمري يعني مرور الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الأزمة أزمة كورونا وفي المقابل عدم رفع العقوبات عن إيران وبالتالي أيضا إيران تعيش مرارة هذه العقوبات مجرد هذه التصريحات النارية أو التهديدات هل تعد انتصارا لكلا الطرفين ربما أمام شعوبهم بالتأكيد الطرفين يريدون يحققون شيء ما يعني هذا قطعا الإيرانيين يريدون أن يقولوا لشعوبهم أنه إحنا الآن ما نخاف من هذه القوة العظمى والإيران أمة عظيمة وسوف وسوف وحتى أمام أنصارهم في الدول الأخرى في العراق في سوريا في لبنان في اليمن وبالمقابل ترامب تتعرف مقبل على اتخابات والجمهوريين الديمقراطيين يعدون العدة لخلع ترامب والمجيء برئيس ديمقراطي مرة ثانية ترامب لو تلاحظ تصريحة أول ما تكلم وهذه حقيقة يدل على أنه ترامب ما يملك شيء قال أنه يعني الذي كان يحدث في زمن أوباما لن يحصل الآن كل ما تكلم عن موضوع يعني خل أوباما في الموضوع أنت تقول تنتقد أداء أوباما طيب تفضل أنت أدب الإيرانيين رد عليهم إلى الآن إحنا ما شفنا من ترامب أي تصرف واقعي عملي للرد على الإيرانيين إلى الآن لا يوجد مجرد كلام جعجعة حتى حادث مقتل سليماني قضية قتل سليماني كان لابد منها هي عملية مخابراتية بدرجة لها لكنها وإن كانت يعني لا يمكن الإنكار أنه قتل سليماني وأبو مهدي المهندس يعني عملية ممتازة وحقيقة حققت شيء ممتاز لكن هل نكتفي بهذه الضربة؟ القضية لا تتعلق بشخص يعني الآن راح سليماني وراح أبو مهدي المهندس إجاء إسماعيل قآني وأبو فدك المحمد داود ما الذي حصل على العرض؟ لا شيء القضية لا تتعلق بشخص واحد أو شخصين أو حتى عشرة القضية تتعلق بواقع على الأرض ينبغي أن يتغير الموجود على الأرض أنت تتعامل مع الحرس الثوري الحرس الثوري ليس قاسم سليماني الحرس الثوري قوة كبيرة جدا عابرة للحدود من يتعامل مع هذا الأمور عليه أن يعرف كيف يوجه ضربة للحرس الثوري بحيث يجعل الحرس يتراجع إلى الوراء طيب الحرس الثوري اليوم يعلن أنه تلقى أوامر باستهداف أي قطع عسكرية أمريكية في مياه الخليج في سياق هذه التحرشات بين الجانبين وهنا السؤال الأبرز أستاذ شمري ما حقيقة قدرة طهران على رد هذه التهديدات الأمريكية في مياه الخليج بالتحديد إذا نريد أن نخوض في هذا الأمور يجب أن نعرف هل الحرس الثوري الإيراني يمتلك مقومات الحرب والدخول في حرب معلولات المتحدة نظرة بسيطة للأمور نرى أن مستوى تسليح الحرس لا يرقى إلى مستوى أن يواجه التسليح الأمريكي على الأقل في المنطقة لا أقول تسليح الأمريكي العام لا في المنطقة الإيرانيين يمتلكون صواريخ صينية الصنع اشتروها في في زمن الحرب العراقية الإيرانية اسمها سيلكورم وهي صواريخ قريبة لصواريخ هوك الأمريكية لكن مطورة هذه الصواريخ كانت منصوبة على الضفة التي كانت موجودة في منطقة الفاو عندما كانت محتلة من قبل إيران تركوها وهربوا والعراقيين جيش العراق استولى عليها الحقيقة هذه الصواريخ غير قادرة تكنيكيا يعني غير قادرة على مواجهة قوة بحرية تتكون من عامل الطائرات حديثة قطع بحرية بوارج فرقاطات موجودة طائرات يعني أحدث موديل الحرس الثوري لا يمتلك القوة البحرية على مستوى التسليح للرد على القوة الأمريكية الموجودة في الخليج ناهيك عن قاعدة العداد في قطر قاعدة البحرين والقاعدة والظهران في السعودية وحتى القواعد اللي موجودة في العراق لا يمكن الحرس الثوري أن يواجه قوة أمريكية بهذا الحجم ما يمتلكون هذه القدرة لكنه قادر على التحرش أم لا أستاذ الشمري على ضرب بعض الأهداف ربما البسيطة أو المحدودة هو بالتأكيد بالتأكيد الإيرانيين قادرين على أن يدخلوا في إشكالات مع الأمريكا قادرين على أنه يعملون مشكلة يغلقون مؤقتا ولو أنا أستبعد جدا أن يلجأوا إلى قضية غلق الخليج مستحيل يعني مضيق خرمز لا يمكن ولكن هل لهم القدرة أي طرف يمتلك سلاح مهما كان قديم جديد متطور متخلف عند القدرة الدخول مع معركة لكن يعني مهنا العبرة هل العبرة في مجرد أنه إحنا خلينا ندخل في إصراع مع الولايات المتحدة العراق خرج من الحرب العراقية الإيرانية في التسعين دخل الكويت الأميركان خلال ساعات أخرجوا القوة البحرية العراقية من الخدمة خلال ساعات لم يبقى شيء اسمه القوة البحرية ألغيت فلما يجون الإيرانيين ويقولون سنتحرش سنرد على الأميركان عليهم أن يتذكر فأني أذكر الإيرانيين أنه أنتوا في الثمانية وثمانين الأميركان تصفولكم منصتيا لتحميل النفط في منطقة الخليج العربي وأسقطوا طائرة إيرانية إيرباس هل استطاع الإيرانيون في ذلك الوقت أن يردوا أبدا بالعكس بعد فترة وقفوا الحرب مع العراق مرغمين بضغط أمن لا يمكن لكن ربما يأتي في هذا السياق هذه التصريحات أيضا أستاذ شمري علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قال إنه بحال ارتكب الرئيس الأمريكي أي حماقة ضد إيران سيتلقى ردا أقصى مما تلقاه في قاعدة عين الأسد ألا تنم هذه التصريحات ربما عن ربما تهديدات جدية موجهة للولايات المتحدة الأمريكية أنا أرى أنه التصريحات الإيرانية هي مجرد يعني تصريحات طنانة فارغة من المعنى تصريحات جوفاء لكن ما المعنى إذا يشير هنا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إلى الضربات التي تلقتها أمريكا كما يقول في قاعدة عين الأسد يعني إحنا يا أخي إحنا لو نظرنا إلى الضربات لقاعدة ما يسمى بقاعدة عين الأسد ولا هي قاعدة يسمها قاعدة القادسية في غرب الأنبار أو قاعدة حرير في مدينة أربيل ما لا كانت النتيجة يعني الإيرانيين ممكن يمشوها هذه الأمور على يعني مواطنيهم البسطاء أما حقيقة لم يحصل شيء بهذه الضربات هذه الصواريخ اللي يمتلكوها الإيرانيين صواريخ متخلفة عقليا لا يمكن لا أن تحسم حرب ولا يمكن أن تحدث شيء لأنه أصلا يعني في العلم العسكري هذه الأسلحة هي أسلحة ردع وليس أسلحة حسن معارك يعني يعني إذا كانوا يريدون يدخلون معركة كيف يكون شكل المعركة يا أما يكون صراع في الخليج أو صراع على الأرض طبعا صراع من الجو محسوم للولايات المتحدة مية والبحرية أيضا على الأرض أين يتقاتلون هل تستطيع إيران أن تأمر محازبيها ومواليها أن يهاجموا مثلا قاعدة عين الأسل أو القاعدة في حرير مستحيل هذا لا يمكن القضية مجرد قضية تحرشات والأمير كان إذا قرروا ردع إيران وضربها ضربة قاصمة فسترى العجب أما الإيرانيين هذا الكلام مجرد يبيعوا على الناس البساطة الذي لا يعرفون يعني تقاطلهم يعني أيضا يعني مآلات هذه التحرشات أستاذ الشمالي وهذه التهديدات بين الطرفين من وجهة نظرك هل هي آخذة في التطور وتصعيد أم آخذة في الناحية الأخرى التهدئة على صعيد البحر أو مياه الخليج بتحديد عودون الطرفين في كل أزمة يمر بها أحد الأطراف أنه يلجأ إلى السباب والشتائم والتصعيد لكن كلها مثل ما قلت لك كلها جعجعة لكن نحن الآن أمام حالة وهي أنه ترامب في موقف لا يحسد عليه بعد وباء كورونا مشاكل للولايات المتحدة بسبب الوباء مشاكل كبيرة جدا أنا أرى من خلال الواقع أنه قد يلجأ ترامب إلى ضرب إيران لإشغال الرأي العام الأمريكي والظهور بمظهر البطل هذه معروفة لكن هل الأبطال في الولايات المتحدة من يقرأ تاريخ الولايات المتحدة يرى أنه أبطال الحرب ما يفوزون بالانتخابات لكن هو ما عنده خيار سيلجأ إذا يعني عدمت كل الوسائل ما عنده شيء راح يضطر إلى توجيه ضربة لإيران ومحاولة تسليط الأضواء على هذا الإنجاز أنه أنا حجمت من عدو خطير والإيرانيين يعطوه هذا الأمر يعني تصور لما الإيرانيين يقولون أطلقنا قمر صناعي أو أطلقنا حطينا القمر صناعي على صاروخ هم حقيقة يساعدون ترامب عندما يتكلم ويتهمهم أنه أنتوا تستخدمون برنامج الصواريخ هذا هذا خرق لقرارات مجلس الأمن وتوجهت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لمحاولة معرفة رأي المجلس هل إطلاق هذا القمر وبهذا الصاروخ هل هو خرق أم لا فننتظر من الولايات المتحدة يعني ماذا ستفعل إذا لم تجد طريقة لمحاولة تحقيق أي شيء بالنسبة لموضوع كورونا لكن سيد الشمالي الآن أنت تقول أنه قد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضرب لإيران في هذه المرحلة وقد تساعدهم إيران على ذلك هل يعني منطقيا يمكن القول بأن إيران تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بأن توجه لها ضربة لتنتصر الولايات المتحدة الأمريكية أو ينتصر دونالد ترامب ربما في أي انتخابات في الانتخابات القادمة بالتحديد طبعا يعني من أقول أنه ساعدتها ليس المقصود أنه هي متفقوية التصرفات الغبية لأي طرف من طرفين نزاع تساعد الطرف الآخر يعني الآن في أي قضية دولية هناك طرفان الطرف الأول ينتظر خطأ من الطرف الثاني حتى يستثمر وعلى أساسه يعمل ويوجه الأمور ويحق الانتصار على الطرف الثاني الإيرانيين تصرف غبي من عندهم يساعد الولايات المتحدة على إظهارهم أنه انظروا أيها الناس شوفوا الإيرانيين ناس إرهابيين يدعمون الإرهاب يحاولون يشعلون المنطقة يستطورون برامج عسكرية شعبهم يعاني من العقوبات ويعاني من المرض وهم مشغولين في إنشاء برامج عسكرية كما يحصل مع كوريا الشمالية مع كوريا الشمالية كوريا الشمالية تمتلك صواريخ لكن الشعب يموت من الجوع هذا يظهر أمام العالم كله يعرف أنه الرئيس الكوريا الشمالي رجل مجنون رجل مزعج رجل يعني ملتهي بالقضايا العسكرية وبرامج عسكرية والشعب يموت جوع هو يعطي بهذه التصرفات يعطي للآخرين حجة للانتصار عليها بل ولي ضربة يصير عملية ضربة مطلب دولي هذا المقصود في مسألة أنه الإيرانيين يساعدون إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس مسوي قال سلمنا السفير السويسري رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد تهديدات القوات الأمريكية وتوجدها غير القانوني والمزعزة على الاستقرار في شمال مياه الخليج وقرب السواحل الإيرانية وهنا السؤال هل التوجد الأمريكي جديد حتى تحتاج إيران ولماذا الاحتجاج في هذا التوقيت على الوجودها أو على الوجود الأمريكي بأنه غير قانوني الإيرانيين لا يمتلكون شيئا يعني ما الذي يمتلك الإيرانيين لمواجهة الولايات المتحدة للرد عليه خصوصا في مسألة العقوبات العقوبات من البداية كان الغرض منها خنق إيران الإيرانيين لا هم قادرين على التفاهم مع الولايات المتحدة ولا عارفين كيف يجرون الولايات المتحدة جرا إلى طاولة المطاورة الطرفين الأمريكي والإيراني متمسك بمواقف لكن الإيرانيين في موقف حرج جدا بسبب العقوبات الاقتصادية انهيار أسعار النفط وباء كورونا إيران مشاكلها كبيرة جدا هذا لا يعني أنه الولايات المتحدة في وضع مريح لكنها بالتأكيد وضعها أفضل من الإيرانيين يعني بكثير فالإيرانيين يحاولون بشتى الوسائل اللجوء إلى أي وسيلة أو أي طريقة لمحاولة التفاهم مع الأمريكان يعني هم الآن يقولون أمريكا تفاهمت مع الطالبان وكانت الطالبان إرهابية في وجهة نظر أمريكا ألا يمكن أن تتفاهم معنا ممكن أن نصر إلى حل لكن إلى الآن الأمريكان يعني لم يقبلوا بأي شيء من الإيرانيين والإيرانيين حقيقة لم يقدموا أي شيء يغري الولايات المتحدة بالجلوس إلى المفاوضات إلى أن يصل الإيرانيين إلى نقطة وهي أنه نستطيع أن نقدم للأمريكان شيء يغريهم بالجلوس إلى المفاوضات نحن لم نصل إلى هذه النقطة لو وصلناها سنسمع أو سنرى أنه الأمريكان والإيرانيين قد جلسوا إلى طاولة المقاومة نعم نتساءل عن السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة لهذه المنواشات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران ولكن بعد فاصل قصير إذا سمحت لنا أستاذ عبد الشمار ابقى معنا مشاهدين الكرام فاصل ثم نواصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة أعود ورحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ علي الشماري المحل السياسي العراقي سيد الشماري مرحبا بك من جديد أهلا بك أهلا بك أستاذ الشماري ربما تحدثنا في الشق الأول من الحلقة حول هذه التهديدات وحقيقة هذه التهديدات ومآلاتها ولكن هذا يجعلنا ربما نتساءل عن محددات العلاقة في الأصل في الأساس بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران الإيرانيين والأميركان العلاقة بينناتهم قديمة بالبداية كان في زمن الشاه في أثناء الحرب الباردة وجود قطبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركان وافقوا أن يكون شاه إيران محمد رضا فهلوي هو شرطة الخليج وكان يتصرف هكذا كان في وقتها يعني ما كان قوة توازي إيران في المنطقة أبدا بعد انهيار نظام الشاه ودخوله في عداء شديد مع الولايات المتحدة بعد وتسلم المعممين في إيران لمقاليد السلطة دخلنا في إشكالية جديدة من يتولى ملف الخليج إيرانيين دفعوا العراق للدخول في حرب مع إيران وتحجيمها وإنهاء قوتها لكن بعد ما تقررت الولايات المتحدة أنه يكون ملف الخليج يدار من واشنطن مباشرة هذا قرار أمريكي حاول صدام حسين أن يستلم ملف الخليج وأن يكون مسؤول عنه الأمريكان رفضه بشدة والإشكالات اللي صارت ودخول العراق إلى الكويت كان ضمن هذا الصراع الإيرانيين لما النظام الجديد جاء عقيدة ولاية الفقية عقيدة عابرة للحدود الأمريكان ما كانوا ينظرون إلى هذا الأمر يعني نظرة ارتياح وبانتهاء دور نظام صدام حسين في التعامل مع الحالة الإيرانية المزعجة الأمريكان ظلوا يباشرون بالملف الخليجي مباشرة جاءوا أثناء الحرب في منتصف الحرب العراقية الإيرانية وملأوا الخليج بطع بحرية أمريكي ساعدوا العراق مساعدة كبيرة جدا في حربه ضد إيران هذا أمر يعني ليس سرا نعم إيرانيين حاولوا بشدة الوسائل أنه يتغلغلون في دول الخليج العربي حاولوا السيطرة على البحرين أثاروا مشاكل في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج في الكويت بدرجة أقل في الإمارات بدرجة أقل لكن بجميع الأحوال الإيرانيين حاولوا بطريقة أو بأخرى التمدد في الخليج طبعا هم يعني حقائديا نجاحهم محدود جدا ولكن اقتصاديا كان نجاحهم أكبر الأمير كان كانوا يرون ولا زالوا أنه الملك الخليجي يجب أن يدار من واشنطن ولن يسمح لأي دولة بالمنطقة أن تدير هذا الملك لا يمكن الوصول إلى نتيجة بين الطرفين بوجود نظام لا يتراجع خطوة إلى الوراء والنظام الآخر نفس الموضوع الغريب أنه الأحداث بالمنطقة تسارعت ووجدنا أنه أعداء الأمس يتوافقون ويتعاونون لإسقاط إمارة الطالبان الإسلامية في أفغانستان ثم بعد ذلك يظهر التعاون مرة أخرى في إسقاط نظام صدام حسين العدو اللدود والخصم القديم للإيرانيين هذا الأمور توقف عند هذا الحد؟ لا أثناء إنشاء الولايات المتحدة للنظام السياسي في العراق النظام الحالي ومجيء أكثر عملاء إيران إلى السلطة بمباركة أمريكية ثم دخول الأطراف الأخرى في العملية السياسية هذا أوجد وضع غريب جدا الإيرانيين والأميركان تعايشوا على الساحة العراقية وهذا أمر غريب لكنهم لم يستطيعوا أن يتعايشوا في أي ساحة أخرى يعني في أفغانستان ما استطاعوا أن يتعايشوا إلا في العراق هذه مشكلة وإشكالية كبيرة في العلاقة بين الدولتين بين القوتين إلى الآن إحنا في مشكلة كيف يمكن أن نصل إلى نتيجة ونفق الإشتباك حرب لا تريدها إيران نعم لا تريدها الولايات المتحدة يعني لا تتصور أنت أن الولايات المتحدة تريد أن تدخل مباشرة في معركة مع النظام الإيراني أو تسقط النظام الإيراني والأمريكان الحقيقة يقولون دائما نحن لا نريد تغيير النظام طيب وبالتالي سيد الشماري وهنا السؤال الأبرز إذا كانت العلاقة وصلت إلى هذا الحد وبهذه الطريقة وتتحدث عن نظامين كل واحد منهما لا يريد ربما أن يتراجع أي خطوة للوراء ما هي السيناريوهات تطور هذه العلاقة على الأقل في المرحلة القريبة المقبلة على المدى المنظور الإيرانيين سيقبلون بوضع يعني لا حرب ولا سلم لكن حقيقة هذا يكلف الإيرانيين كثيرا الأمريكان من هالناحية هذه ما عدهم شيخ صاروه الخاسر الأكبر في هذا الموضوع هم الإيرانيين على المدى القريب أنا لا أرى حل حل لهذا الموقف إذا لم يحصل شيء طبعا شيء دراماتيكي شيء غير متوقع الآن إحنا أمام بصيص أمل للتغيير الآن بعد ما ظلت الأوضاع راكدة والأفق السياسي بالعراق مغلق ونهاية النفق مظلمة الآن الولايات المتحدة بعد ما قررت أن توقف التعاون مع القوات العراقية وخصوصا الدعم الجو وتنسحب وتسحب بعض قواتها من العراق هذا أوجد الآن واقع جديد وهو دخول تنظيم الدولة الإسلامية على المعادلة من جديد وبقوة أكبر هذا الأمر حقيقة ممكن يعيد الحسابات كلها من جديد لجميع الأطراب الأمريكان مو ناس غشيمين حتى يسحبون الغضاء الجوي ويجعلون من تحركات تنظيم الدولة الإسلامية بصورة أكبر الآن يعني إحنا الآن ماذا تقصب بالتحديد أستاذ الشماري فيما يتعلق بتدخل أو تداخل تنظيم الدولة الإسلامية على الخط من جديد وجود تنظيم الدولة على المعادلة العراقية اللي هي الآن يعني أحد مرتكزات الإشكالية بين أمريكا وإيران دخولها على الخط وخصوصا في المناطق اللي تعتبر حاليا مناطق نفوذ ومناطق مهمة للنفوذ الإيرانية لا يعني راح يصير إعادة ترتيب للحسابات راح تصير يعني الوضع راح يتخربط فإحنا مطلوب من عدنا نشوف كيف ستتم هذه الأمور أنت الآن تتكلم عن قوة تتمدد وتصل إلى الحدود الإيرانية هل تعلم أنه خلال شهر أكثر من سبعين عمل قسم أعلن عنها وقسم ما أعلن عنها لكن الأجهزة الأمنية العراقية تعلم وتبلغ حكومتها أنه التنظيم نشط بصورة كبيرة جدا بسبب غياب الغطاء الجو الأميركي الآن هذا التنظيم لو وصل إلى قرب الحدود الإيرانية وهو قام بعمليات قرب الحدود الإيرانية الإيرانيين يعني يتضايقون جدا من أي تواجد للتنظيم قرب حدوده على الأقل لمسافة خمسين أو أربعين كيلومتر ما يقبلون التواجد يعبرون فورا للحكومة العراقية عن انزعاجهم هذا العامل الجديد إذا دخل على المعادلة بقوة سنشهد إعادة ترتيب للعلاقة الأميركية الإيرانية لأنه تنظيم الدولة قادر على الأرض على إشغال الإيرانيين وإدخالهم في مشكلة كبيرة خصوصا تنظيم الدولة إذا ظهر بمظهر المدافع عن أهل السنة أمام محيطة الإسلامي هذا ليس ألا يجعل أستاذ الشمري وجود تنظيم الدولة أو إذا كان يمثل خطرا يجعل الجانبين يتعاونان من أجل القضاء عليه في هذه المناطق أنا لا أرى الولايات المتحدة ستتخذ مثل هذا بالعكس الولايات المتحدة تعمدت في هذا الوقت أن تسحب الغطاء الجوي عن الحكومة العراقية عن القوات العسكرية العراقية لإيصال رسالة مفادها أنتم موجودون هنا في السلطة وفي هذا المكان بسبب القوة الأمريكية بمجرد أن نرفع الغطاء سيتمددون عليكم يذبحوكم هذا الأمر متداول على الفكرة أنا ما أتكلم لك عن شيء من بنات أفكاري هذا الكلام طيب بكلمتين وأخطي معك أستاذ شمر إذا سمحت هل خيار الجلوس على طاولة المفاوضات قائم ما زال قائما في ظل هذه الظروف أم لا دائما الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو في الوقت اللي الأمور تشتد إلى أقصحت طبعا نعم شكرا الآن هو وقت المفاوضات لو كان الطرفين يعني في نوع من الأرياحية والبحبوحة لم يتفاوض لكن الآن قد يصل الطرفين إلى قرار شكرا جزيلا وصل فكرة أن نصل إلى نتيجة شكرا جزيلا لك أستاذ علي الشمري المحل السياسي العراقي كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى